شاهدين حول هذا الموضوع وهذا المشروع مشروع الوقاية ومكفحة جرائم اختطاف الأطفال معي اختطاف الأشخاص والأطفال بالأخص معي عبر الهاتف المحامية خديجة مسلم محامية معتمدة للمحكمة العليا ومجلس الدولة أهلا بك سيدتي الكريمة أهلا بك وأنسية سعيدة للجميع شكرا لك بداية إذن اليوم وزير العدل يعرض هذا المشروع المهم للوقاية ومحاربة جرائم اختطاف الأطفال بالأخص بعد تلامي هذه الظاهرة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة لما ننتحدث عن النصوص القانونية التي تقينا من هذه الجرائم وحماية حتى ضحايا هذه الجرائم ما أهمية هذه النصوص القانونية المعروضة والتي عرضها اليوم وزير العدل للوقاية والحد من هذه الجرائم المفزعة في المجتمع الجزائري حقيقة هذه الجرائم التي عرضها المجتمع الجزائري مؤخرا وهي سلسلة من جرائم الاختطافات التي وقعت على البالغين ووقعت أيضا في السابق على القصر دعني أقول لك سيدي أن القانون العقوبات وقبل هذه التعديلات وقبل خلق هذه النصوص الجديدة تكفل بهذا النوع من الجرائم وكانت أيضا به عقوبات جد شديدة الشيء الذي لاحظته في هذه الفكرة التجديدية أو التعديلية التي تبنتها أو تبنتها السيد وزير العدل الذي عرضها في قانون اليوم المحال أمام المعروض أمام البرلمان لمناقشتها فهي تحتوي على الجانب الوقائي الشيء الذي لم يكن سابقا في القوانين الأخرى بل كانت هي قوانين فقط للعقاب بعد ارتكاب الفعل لكن اليوم هي المراحل الاستباقية أو المراحل الوقائية التي تتكفلت بها هذه النصوص حاليا أرى أن المشروع كان سببه أيضا لموافاة وكذلك ليتماشى مع قانون الطفل الذي اصدر في 2015 الذي تتكفلت المفوضية الخاصة بالطفولة كآلية من آليات الوقاية وآلية من آليات حماية الأطفال القصر اليوم هذه القوانين أيضا أتت لمواكبة وموافقة هذا القانون الذي رأى أصلا سالي المفعول بالإضافة إلى التشديد في العقوبة والتي طالما بها المجتمع طالب بها وهي العقوبات المشددة بما سبق وأن طرحناها أمامكم وتتكلمنا عليه في عدة محافل وهي عقوبة الإعدام بالإضافة إلى المؤبد فهي أيضا كانت عقوبات قررها قانون العقوبات فيما السابق ولكن لم يكن فقط ينطق بها ولكن لا تنفذ وهذا أسبق وأشرنا إليه أنها تعتبر هذا الشيء يعتبر التزاما أمام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي سادقت عليها الجزائر وهي اتفاقية التعذيب مناهضة التعذيب إذن اليوم الشيء الجديد أيضا واللي هو مشكور عليها السيد وزير العدل وكل الأشخاص الذين تفاعلوا في في تعديل هذا القانون أنه إشراك المجتمع المدني في الحماية وأيضا في المتابعة الجزائية اليوم إشراك المجتمع المدني هو إشراك أشخاص آخرين فعيلين في المجتمع فأنه سابقا لم يكن لهذه القضايا إلا للمتضرر أن يطرح شكواه يعني كانت مجموعة من القيود مجموعة لا أقل من العراقل ولكن من القيود القانونية التي وضعها المشرع في متابعة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وهي طرح الشكوى من المتضرر فقط أو من الوالد انتعى الطفل الضحية لكن اليوم المتضرر من الجريمة هو المجتمع المتضرر من الجريمة فيما يخص حاصة الأطفال الصغار هو مسألة مجتمع بأسره مسألة مجتمع مدني فإنهم يطرحوا شكوى ويتأسسون أطراف مدنية أمام المحاكم للمطالبة بتوقيع العقوبة والتعويض فهذا شيء جميل جدا وهذا أيضا استجابة لأن كل الاتفاقيات اللي جزائدها الجزائر وستقدت عليها في إطار كل الإجرام المنظم لأنه اليوم أصبح هذه الشبكات تدخل في إطار الإجرام المنظم المعاهدات هذه كانت تلزم على المجتمع المدني أن يكون له دور فعال في الوقاية من الجريمة إذن اليوم تفعيل هذا البند المتواجد في الاتفاقية لمناهضة الأفعال التعذيب واللا إنسانية أيضا حماية المرأة حماية الأطفال كل هذه الاتفاقية اللي ستقطع عليها الجزائر إلا وهذا البند كان موجود ولكن آلية قانونية وطنية تشريعية التي تتحرر المجتمع المدني وتعطيها أكثر فعالية هذا اليوم أمام هذا النص القانوني الجديد هذا شيء جميل جدا وانتصار للمجتمع المدني وانتصار للمجتمع الجزائري في مكافحة الجريمة والوقاية منها كون أن المجتمع المدني اليوم من حقه أن يتأسس طرف مدني هذا شيء جميل جدا تبقى على قيل أخرى فيما يخص الإجراءات لا أقول على قيل عفوا ولكن أقول هي كانت قيود فرضها المشرع أثناء التحري وهي مثلا التفتيش في ساعات معينة في النهار وبأماكن وبقيود قررها القانون اليوم أرى أن الاختصاص ربما سيكون وطنيا بالنسبة للضبطية القضائية في ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الاختطاف رح تكون عملية التفتيش في منازلهم في غير أوقات المنصوصة عليها القانون ربما أيضا رح تكون نوع من التخفيز في الإجراءات تنتعى الملاحقة والمتابعة والسماح للضبطية القضائية الخروج في إطار بعض القيود التي رسمها القانون وهذه الرفع هذه القيود على الضبطية القضائية هو تفعيل وتفعيل لآلية الضبطية القضائية في المتابعة يعني ما بقاش اليوم ضابط شرطة قضائية يسنى حتى يأتيه الوقت المحدد في القانون وهو من التسعة الصابحين الخامسة وهنا كذلك أستاذ خديجة المسلم نتحدث عن نقطة جد مهمة وهي مباشرة نيابة العامة تحريك الدعوة العمومية تلقائية للنظر في مثل هذا الجرائع طبعا هذا أمر جد جد مهم كما أسبقت أشرت أنه في السابق هو سقط المضرور من الجريمة لحركها هو الشاكي يعني الأب ولا الأم إذا كانت في القاصر وإذا كانوا بالغين هما الأصحاب يعني الأشخاص هما إذا كانوا عاشوا هما اللي يدعوا الشكوى ولما ماتوا كانوا للأهل التحام هما اللي يرفعوا الشكوى التحام اليوم أنه بعلم النيابة بمجرد علمها بوقوع الجريمة تتحرك تلقائيا لمتابعة هذه الجريمة أنا بل فهد الفرنسي في تكلموا عليه باللغة الفرنسية عفوا رحت للكلمة باللغة الفرنسية يعني أن النيابة العامة تتحرك تلقائيا بدون أن تنتظر الشكوى من المضرور وهذه التلقائية هي السرعة الفعالية خصوصا عندما تتعلق وترتبط هذه الجرائم جرائم الاختطاف بالأطفال وهنا شدد زغماتي وزير العدل حفظ الاختام على ضرورة تشديد هذه العقوبات إذا كان ضحية الطفل رفع أيضا فيما يخص القاعدة العامة وهي قاعدة التخفيف كل قوانين والتشريعات الوطنية الجزائية فيها قاعدة للتجديد وقاعدة للتخفيف ما معنى كل ما كان هناك ظرف مشدد إلا وتكون لك الجنحة تتروح إلى مصف الجنايات وكل ما قلنا جنايات فإن العقوبة الحد الأقصى فيها هي الإعدام ولا المؤبد اليوم لحسب التقرير ولحسب ما لاحظت في هذه الأفعال أنها كلها ستصنف جناية ستصنف جناية بموجب هذا القانون والتعديل الجديد بالقانون الخاص بالوقاية ومكافحة جرائم الاختطاف إذن صنفت هذه الجرائم صنفت في خانة الجنايات وبالتالي أمام الجنايات حتى الجنايات سابقا في بعض الجرائم الأخرى أن قاعدة التخفيف يطبقها القضاة لما يجوا ينتقوا بالحكم على شخص ما في جنايات يطبقوا قاعدة الظروف المخفيفة اليوم قد رفع هذا السبب أو التخفيف هذه القاعدة وروفعت من تطبيقها حتى في الجنايات ولا في الجنح لما القاضي يجي ينتق بالعقوبة مش رح ياخذ بعين اعتبار هذه الظروف كون أن هذه الجرائم في حد ذاتها جرائم تمس بالمجتمع كله بالإنسانية بالطفولة وبالتالي حتى الشخص اللي خمم يقول رح ندي ظروف مخففة وراني ما عنديش سبق قضائي وراني أمام محكم جنايات غدوها اللي نعرفوها دائما هي محكمة مشكلة من محلفين غير قانونيين وبالتالي حكم الجنايات يكون حكم مقسوم ما بين القضاة اللي هما المختصين وما بين المحلفين اللي هي الشعبية أو مسائرة الشعب في الحكم الجزائي اليوم قاعدة التخفيف مستثنات راهي مستثنات وبالتالي نحي قاعدة التخفيف من هذا يفهم أيضا أن إجراءات العفو العفو اللي في ميرسو السيد رئيس الجمهورية والعفو آخر رح تستثنى أيضا هذه الجرائم من إجراءات العفو إذن كل سلسلة من مواكبة كل هذه القوانين تنم على أنه عزم المشرع الجزائي على الرضع والرضع القاسي عن كل من تسوي اللذنه نفسه اختطاف الأشخاص والتنكيل بهم وتعذيبهم والاعتداء الجنسي عليهم أو قتلهم إذن تعتبر هذه الجرائم اليوم وصلت إلى ذروتها من تصنيفها كجناية من استبعاد قاعدة التخفيف عليها وكذلك استبعاد ظروف الحق العفو منها نتحدث أستاذ الخديجة المسلم عن دور المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني التي يعول عليها كثيرا في الوقاية والتوعية والتحسيس من هذه الجرائم ما الذي أو ما المطلوب اليوم من هذه الجمعيات حملات تحسيسية أو ما المطلوب منها بالضبط اليوم المجتمع المدني مطلوب منه شيء كثير وكثير جدا أولا ننتظر حاجة ننتظر الهيكلة التنظيمية والهيكلة القانونية للمجتمع المدني ما يقدرش يقعد المجتمع المدني بالأسلوب الفولكلوري الذي كان يؤديه في مسبق كنا نشوفه فقط كفولكلور في مناسبات وأعياد وربما أعياد خيتان للأطفال أو أعراس هذا الجانب الفولكلوري يجب أن نتعداوه اليوم المنتظر من المجتمع المدني أن يتهيكل وأن يتأسس ويتشكل ويوضع له قوانين تنظيمية داخله وبالتالي ما بقيتش تلك الجمعيات التي ترأسها رئيسها منذ 25 سنة 30 سنة نتمنى من هذه الجمعيات أيضا التداول وترك أيضا الأمور للكفاءات الكثير من الكفاءات ممتاز نمر إلى نقطة أخرى لذيق الوقت أستاذ خديجة مسلم تعالت مؤخرا مطالب بتفعيل عقوبة الأعدام في ميخص مرتكبي مثل هذه الجرائم خصوصا عندما تحدث عن جرائم ترتكب في حق الأطفال وقد تصيء إلى غاية وفاة الضحية نتحدث هنا عن تفعيل عقوبة الأعدام وحتى الحبس المؤبت عندما نتحدث عن عقوبة الأعدام مثل ما تعرفين اليوم الجزائر وقعت اتفاقات دولية جمدت بموجبها تفعيل مثل هذه العقوبات لكن مستقبلا هل فيه إمكانية لتفعيلها لوضح حد نهائي وإصال رسالة حاسمة كذلك لمن ربما قد يرتكب مثل هذه الجرائم التي هزت المجتمع الجزائي مؤخرا فكرة مطالبة الشعب اليوم بالقصاص كما يحلو للكثير تسميته حسب التشريع الإسلامي وفي القوانين الوضعية تسمى بعقوبة الإعدام دعني أقول لك أن الجزائر كباقي الدول المنظمة لاتفاقية الأمم المتحدة في الكثير من المعهدات التي تجرم الأفعال وخاصة تلك التي تحمي حقوق الإنسان أيضا أن الإنسان له حق في الحياة أنا أقول لك الإعدام لماذا الكثير من الأشخاص لا يساندون تطبيق هذه العقوبة بعجالة فقط لا سمحت يا أستاذ بعجالة أقول لك باللي أنه ممكن للإنسان الذي يتابع شخص ما لجرم ما ويتأكد بطريقة وبأخرى أنه قد ارتكب الجريمة ولكن رب سبحانه وتعالى قد في بعض الأحيان قد تظهر الحقيقة فيما بعد ما بعد تطبيق عقوبة الإعدام وينهر أن ذلك الإنسان كان بريئا من تلك التهمة فكيف نعوذ الناس في حياتهم لا يوجد من يعوذ لحق الحياة سيدي على هذا الأساس للناس اليوم وكذلك كل هذه الدول المنظمة والتي رهدوا الأطراف في هذه المعاهدات وضعت قيود على الدول التي لا تمشي في هذا الإطار كون أنه في حالة ما أن كل معاهدات التسليم للمجرمين كل ما طالبت مجرم معين ما تتسلمون لك إلا والدولة التي تكون مطلوب لديها إذا كانت مؤمنة ومكرسة لهذا الأمر وهي مناهضة تطبيق عقوبة الإعدام لا تسلم لك المجرم يعني كان هناك بعض الأعمال أو التعاون في إطار تعاون قضائي نجد أن كل دول التي تطبق عقوبة الإعدام تجد نفسها أمام معظلة وهي الحصول على بعض التعاون الدولي في إطار محاربة الإجراء من المنظم في العالم أنك لا تطبق عقوبة الإعدام الأهم من كل هذا أستاذ خديجة مسلم هو أن تضع مثل هذه الترسان القانونية حد لمثل هذه الجرائم عذرنا لذيق الوقت شكرا لك الأستاذ خديجة مسلم محامية معتمد لدى المحكمة العليا